ومن تونس ينضم إلينا الدكتور حسن القصار خبير في شؤون الهجرة واللاجئين أهلا بك دكتور بداية نريد أن نسلط الضوء على واقع المهاجرين واللاجئين الذين وجدوا أنفسهم في العاصمة طرابلس محاصرين بعد أن اقتربت المعارك منهم بداية كيف كانت أوضاعهم قبل وفي الوضع الحالي هم بشكل عام لدينا حسب من جوان 2018 حسب حصيات جوان 2018 لدينا بين 700 ألف ومليون شخص من إفريقيا ما بعد الصحراء أساسا موجودين في ليبيا بشكل عام أغلبهم كانوا يمنون نفس للمرور إلى أوروبا جزء مهم يشتغلون في ليبيا أيضا لتوفير الأموال كافية للمرور البعض منهم واقع انتدابهم اليوم نتحدث على إمكانية وضعهم دروع بشرية لكن هناك نقطة ثالثة لم يقع التطرق لها وهي انتداب البعض منهم كمرتزقة أيضا ضمن الميليشيات المختلفة التصارع في ليبيا هذا أيضا يجعل منهم باعتبارهم جزء أيضا من المقيمين في ليبيا جزء من أيضا الواقع اليوم في الحرب أيضا الواقع الحرب أما كدروع كرهائن أو أيضا كمرتزقة مجيشية يمكن أنهم يشاركوا في المعارك هم ليس بمنأة عن النازحين عن المدنيين عن المواطنين الليبيين مع اقتراب المعارك إلى مدينة طرابلوس إلى أي مدى هذه المعارك أزمت من وضعهم هم أصلا وضعهم متعب متردي أصلا لكن أي هذا المسألة متردي أيضا ممكن أن يزيد لهذا الوضع الجديد العسكري في مآسيهم البعض الذي كان بإمكانه أنه يوفر بعض المال هذا ممكن أن يخسر كل ذلك البعض الآخر أن يكون ضحية المعارك وكما قلت البعض الآخر أنه ممكن أن ينخرط ضمن هذه المعارك البعض الذي كان يعد هجرة سرية إلى أوروبا ضمن برنامج كامل ممكن أن تكون ودفع جزء من الأموال للصفر ممكن أن يخسر كل شيء إذن هذا يجعل منهم عادة المهاجرين السريين في ليبيا وفي غيرها من بلدان هم أكثر الأفراد وأكثر المجموعات ضعف ضمن النسيج المجتمعي اللي موجود في ذلك البلد اليوم ليبيا قلت أو غيرها أنه الليبيين بيمكن أنه يتحموا بقابلتهم بعشيرتهم بأجوارهم لكن هؤلاء ليس لهم من يحميهم بالأساس طيب مسؤولية هؤلاء على عاتق من تقع على عاتق الحكومة الليبية على عاتق الأمم المتحدة هل من إمكانية لإنقاذهم؟ أين هي الحكومة الليبية؟ اليوم ليبيا ليست لها فيها لا توجد فيها حكومة أصلا هي الواقع الليبي اليوم هو واقع هو بالمجلس الرئاسية الليبي أو حكومة من الموجود الآن لرعاية هؤلاء حكومة سراج تحكي حكومة سراج حكومة سراج وقعت مع الاتحاد الأوروبي عدة اتفاقيات وقعت مع عديد الحكومات الأوروبية أيضا اتفاقيات لكن عمليا هي على أرض الواقع لا يمكنها حمايتهم هي حتى حماية الليبيين أصلا اليوم في وضع ترابلس محاصرة لا يمكن حماية لا أعتقدنا لها القدرة على حماية هؤلاء الأمم المتحدة بإمكانها ولا منظمة اللاجئين لينها السيارة بإمكانها أن تتدخل لكن تدخلها جزئيا اليوم نشوفه في الروبرتاج اللي مررتوه 150 شخص واقع حمايتهم ونقلهم إلى معسكر نحن نتحدث على بين 700 ألف ومليون شخص مقيم في ليبيا فالمسألة مسألة كبرى مع أنت عملية كبرى لا يمكن لأي جهة اليوم ما هو الحل لإنقاذ هؤلاء؟ هل من محاولات ربما لإرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية إلى دولهم الأصلية؟ إذا عرضنا عليهم العودة إلى بلدانهم فهم سيرفضون لأنهم هما شقوا كل الصحراء النيجر أو التشاد والصحراء الليبية مع أن تتحملوا كل متاعب قبال التوارق والعمولات اللي يدفعوها في الطريق أو التنبو والعمولات اللي يدفعوها في الطريق هذا الكل حتى يصلوا إلى ذيفاء في المتوسط هم اعتقادي أنهم علىهم القدرة على التحمل هذه المعارك إلى حد انتهاء حتى يتمكنوا من المرور إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا أو المرور إلى تونس للعمل هذا واقع مع الأسف اليوم بإمكاننا أن نوصف هذا الوضع بأنه واقع أزمة لكن هذا واقع أزمة على المنطقة الكل والليبيين أيضا يتحملون جزء مهم جدا من هذه المتاعب شكرا جزيلا لك ولا أعتقد أن المسألة ستحل في القريب العاجل مع الأسف الدكتور حسن القصار الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر